إذن أزمة ديون عالمية تتركز في أوروبا ومن شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار في عالم ما زال يعاني من العواقب الوخيمة لفيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية في العرض التالي سنتعرف معكم على حجم الديون في إيطاليا وهل تصبح الديون الإيطالية نقطة ضعف لمنطقة اليورو إذن بلغ حجم الديون في إيطاليا نحو تريليوني وسبعمائة مليار يورو وهذا وفقا لما أعلن عنه البنك المركزي الإيطالي الأمر الذي زاد من شكوك المستثمرين وربما دفعهم للتخلي عن فكرة الحصول على السندات الإيطالية الحكومة الإيطالية أعلنت عن ارتفاع ديونها بأربعة ونصف بالمئة في عام خلال العام الجاري بما يعادل نحو ثلاثين مليار وخمسمائة مليون يورو وهذا من أجل وقف تصاعد أسعار الطاقة فكرة الإجراء الذي أعلنت عنه روما هو تخصيص تسعة مليارات وخمسمائة مليون يورو من تلك الأموال كمساعدات مباشرة منذ نوفمبر الماضي وأيضا واحد وعشرين مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على مدار العام الجاري يجب أن نعرف أن الدين العام في إيطاليا يمثل نحو 150% من النتج المحلي الإجمالي لتصبح إيطاليا أحد أكثر الدول مديونية في العالم إلى جانب دول أخرى مثل اليونان التوقعات تشير إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين في إيطاليا بشكل حاد مع استحقاق السندات القديمة وإصدار سندات جديدة حيث من المقرر أن تخصص روما نحو 14% من النتج المحلي الإجمالي سنويا لسداد خدمة الدين ومن المقرر أن تتضعف خدمة الدين في إيطاليا إلى 28% بحلول عام 2040 وفقا لسيناريو عدم تغيير السياسة النقدية لكن الحكومة الإيطالية تواجه تحدي مضاعفة الفائد لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين من خلال مضاعفة فائدها الأساسي في الموازنة ثلاث مرات لتصل لنحو 3% من النتج المحلي الإجمالي للبلاد كان طبعا التغيير في تكاليف الاقتراض في إيطاليا مدفوعا بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم ويستمر في هذه الواتيرة ليس أوروبيا فقط ولكن عالميا ورجح خبر الأسواق المالية أن يرفع المركزي الأوروبي خلال العام الجاري السعر الفائدة على الودائع إلى 3% قبل أن تستقر التوقعات عند 2.34% نشير إلى أن التضخم في إيطاليا سجل 18% وهذا هو أعلى معدل منذ عام 1984 يعني منذ 37 عاما ووفقا لوكالة أنسا الإيطالية فإن السبب وراء ذلك الارتفاع هو زيادة المستمرة في أسعار الطاقة إذن مشاهدين الكرام الوضع يبدو خطير للغاية بالنسبة إلى إيطاليا ويمكن أن تندلع أزمة في أي لحظة بسبب استمرار التضخم وارتفاعه شكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر